اهلا وسهلا بكم احبائي متابعيني اليوم وصفتي كتير طيبة بدنا نعمل الشيز كيك كتير لذيذ وسهل بس بطعم جديدة نعمل الشيز كيك به نكهة جوز الهند سندخل جوز الهند للشيز كيك الشيز كيك اليوم طريقته سهلة على البارد ما بياخد معنا وقت شكله حلو انا عملت شكلين قلبين واحد منهم بدي اخده بماي لرفقاتي والتاني هاد اللي اسمته حطيت على وشه كراميل بنسبة للتنزيم متل ما قتلكم فينا نعمل كتير شغلات بها الكيك الطعم لذيذ كتير نعومة طبقة للشيز كيك طبعا ان حطينا لصص توفي او الكراميل بالاعلى متل مشايفين بالفيديو او حتى متل القلب الاول ازا ما حطينا الطعم كتير طيب نكهة الجوز الهند قوية طبقة البسكوت كتير طيبة يعني نغم هاد الشيز كيك نغم و بس تجربوه راح تحبو هالطعم كتير 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 راح نبدأ اول شي بالبسكوت السادة بسكوت الشاي او اي نوع بسكوت انتو بتحبوه راح نطحنه اما بمحضر الطعام او فينا نكسره بكيس منحط البسكوت بكيس ومنكسره بشكل ناعم هلا بدي ضيفه علي الزبدة هون عندي تقريبا كوبين وشوي من البسكوت انها عندي ضيف عليهم نصف كوب من الزبدة الدايبة بس دوبتا يعني ما خليتا تسخون وبحرقون مع بعض لحتى البسكوت يشرب هالزبدة اذا نوع البسكوت عندي ناشف ما فيه اصلا بتصنيع زبدة بزيد كمية الزبدة شوي لحتى يصير البسكوت هيك متل الرمل اللي مندي المبلول وبقالب لتشيز كيك او بالرنج ببدأ بحط طبقة البسكوت وبمسدها وبكاسة او باي شي مسطح ممكن اعملها مستوية تماما راح حط القالب بالبراد او بالفريزر نصف ساعة او ساعة او اكتر بينما حضر الحشوي الطبقة الثانية عندي زرف من الكريمة البودرة كريم شانتية بودرة واذا بدكم ممكن تستعملوا الكريمة الخفق السادة بدنا نخفقها مع السائل واليوم لح اخفقها مع حليب جوز الهند بنفس عيار الكريمة قدي بتحتاج سائل قديش مكتوبة على الباكت تبع الكريم شانتية بضيفة عليه حليب جوز الهند او حتى ماء جوز الهند بيضيفة عليهم مع الأصغيرة فانيليا وببدا بخفقهم مع بعضهم هيك بعزز طعمة جوز الهند والي ما عنده حليب جوز الهند او ماء جوز الهند ممكن نخفق مع ماء عادي بارد او حتى مع حليب عادي هلا بدوضيفة عليهم الجبنة جبنة كريمية بحرارة الغرفة تقريبا كوبين كبار من الجبنة وبنبدأ نخفقهم مع بعضهم لما بتكون بحرارة الغرفة بيصير الخفق اسهل لحتى تتمازج هيك كله ياتا مع الكريمة ويصير الخليط ناعم ومتمازج كله مع بعض بس يصير هيك الخليط عندي ناعم بدوضيفة عليه كمان لعزز الطعم شوي من جوز الهند المبشور طبعا اذا الكريمة عندكن هون مالا محلاية هنضيف سكر بودرة بضيفو 3 او 4 معالق سكر بودرة انا هلا هابدأ الكريمة عندي هون انا محلاية شوي هضيف شوية سكر بودرة يعني معلقتين اذا الكريمة ومحلاية بتضيفو تقريبا نصف كوب من السكر البودرة وطبعا حسب الزوء بتضيف عليهم كمان شوي من جوز الهند المبشور رح ضيف تقريبا يعني اربع معالق اكبار من جوز الهند المبشور حتى عزز صعمة جوز الهند بس بخفقهم خفقة سريعة حتى هيك نمزجوا مع بعضهم صارت الطبقة التانية عندي جاهزة وطبقة البسكويت او الكرست بتكون بردة تمام هلا بقدير طبقهم فوق بعض هاي طبقة البسكويت صارت بردة هلا رح حط الطبقة التانية فوقها واول شي بحط كمية قليلة تقريبا شي نصف الكمية وببلش بمسل بساوي هيك مستوي حتى اتفادة قدر الامكان يكون في فراغات وبعدين بكمل بحط بقية كمية الطبقة التانية وبخلي السطح مستوي على قد ما بقدر هالحشوة كتير طيبة بسوي السطح ولا بحطها بالبراد ممكن من قبل بيوم ممكن قبل خمس ست ساعات لحتى تتماسك ويصير التقسيم فيها سهل وبيبقى عنا موضوع التزيين متل ما انتو بتحبو فيكن بالكريمة فيكن بالكراميل متل ما حنشوف انا هون القلب الاول حمصت شوي من جوز الهند بمقلاية او بكسرولة بدون اي شي هيك عنا شف على نار خفيفة بدل عمقلب لا يتغير لون جوز الهند ويعطيني هاللون الاشقر بس يبرد قالب التشيزكيك الاول عندي بحرر الاطراف هيك بالسباتشولة او ممكن بالسكينة وفكو بصير الفك كتير سهل ورح زيين اول قلب بهذا جوز الهند المحمص اللي عطاني هاللون الدهبي رح حطهم على السطح بيعطيني شكل حلو وطعمته طيبة بتظهر طعمة جوز الهند وبزيين بشوي من الشوكولات وممكن متل القلب التاني رح حط عليه سوس التوفي او سوس الكراميل تلاقوا طريقة تحضيره بصندوق الوصف كمان كتير بيلبق مع هالوصفة ومن قدمه بيعطيني شكل كتير حلو بيلبق مع طعم الشيز وطعم جوز الهند وصفة كتير سهلة وطيبة ما بتاخد معنا مجهود وما فيها مكونات كتير جربوها بطعم جوز الهند لذيذة جدا وشوفكن بالفيديو الجاي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة